أمرت المحكمة العليا الليبية بإعادة قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى المحاكم لمواصلة النظر فيها ونقضت حكما سابقا بتبرئة جميع المتهمين في القضية من رموز نظام معمر القذافي بفعل انقضاء مدة الخصومة تبدو مجزرة سجن بو سليم أشبه بجرح ليبي عصي على الاندمال غير أن قرار المحكمة العليا الليبية رفض تبرئة المتهمين في القضية وإحالتها مجددا إلى المحاكم لمواصلة النظر فيها من شأنه أن يحيي أمال أهالي الضحايا بعدالة قد تطوي بعضا من آلامهم وآلامهم تلك غذاها الحكم الصادر عن إحدى دوائر محكمة استئناف طرابلوس في ديسمبر من 2019 والذي حكم بتبرئة جميع المتهمين في القضية من رموز حقبة القذافي وفي صدارتهم رئيس استخبارات عبدالله السانوسي الذي عثر الليبيون بعد السقوط على تسجيلات له وهو يهدد سجناء بو سليم فضلا عن رئيس حرس القذافي منصور ضو وآخرين ويربط كثيرون مظاهر الغضب العارم التي أظهرها الثوار الليبيون أثناء اقتحامهم في 2011 لسجن بو سليم من أجل تحرير المعتقلين بما خلفته مجزرة عام 96 من القرن الماضي التي وقعت هنا من أثر سلبي على وجدان الليبيين فقد غدت مناشدات السجناء بتحسين ظروف اعتقالهم في السجن السيء الصيد الشرارة التي أفضت إلى مقتل ما يقدره خصوم القذافي بأكثر من ألف سجين معظمهم من أنصار الطيارات الإسلامية على يد السلطات الليبية آنذاك التي اتهمتهم بتنظيم تمرد من ترابلس ينضم إلينا أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مساء الخير أستاذ أحمد أهلا بك رمضان كريم في البداية كيف استقبلتم قرار المحكمة العليا؟ أهلا وسهلا بك التحية لك وليا مشاهديكم الكرام أولا فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا برفض الحكم الصادر عن أحد دوائر الجنائية بمحكمة سنال طرابلس بتبرئة المتهمين وقبول الطعن من قبل محامي الدفاع عن أهل ودوية الضحايا قد يكون ارتأت أنه هناك تكييفا قانونيا غير الشق الجنائي أي بكونها أصبحت أو تمثل جريمة سياسية فارتأت عدم سقوطها بالتقادم مما استدعى إعادة النظر في المنطوق الحكم السابق وعرضها على أحد الدوائر أو أحد من حاكم الاستئناف لإعادة النظر في سياق التحقيقات من جديد وهذا طبعا للأمانة يعني يسعى بقدر الإمكان إلى التكييف مع المناخ الدولي في العدالة فيما يتعلق بعدم استمرار حالة الإفلات من العقاب بحجة تقادم النظر في الجرائم الجنائية خاصة منها وإفلات الجنات من العدالة وهذا ما يفتح الباب أمام أمان بإنهار إفلات من العقاب كما أصلافنا الدكرة سواء كان في مربحة أبو سليم أو غيرها من المذابح والمجازر والانتهاكات والجرائم التي ترقي لمصاف جرائم الحرب جان ضد الإنصانية على مدار عشر سنوات الماضية أو هذا العقد من الزمن الذي يرتكبته أبشع من جرائم سجن أبو سليم نعم الآن البعض يعطي ربما قراءة قانونية بغض النظر عن قرار المحكمة الابتدائية التي أقرت بأنه التقادم لكن في المقابل البعض يتساءل ما دقة الأرقام حول التوصيف لما حدث في بوسليم التوصيف نعم آسف اللي سمحت عادي نعم التوصيف وأيضا حول العدد الحقيقي للضحايا ولما جرى أصلا هناك في أبو سليم هي أولا من ناحية التوصيف القضائي والقانوني من ناحية القانونية الإجرائية السليمة هو تمرد لسجناء داخل مؤسسة إصلاح وتأهيل وفقا لما يوصف به القانون الليبي السجود أو مرفق الاحتجاز وعندما يخرج عن إطار السيطرة يجاز وفقا للقانون التعامل معاه وفقا لمقتضيات فض الشغب أو السيطرة على التمرد داخل مرافق الاحتجاز وهناك نصوص قانونية تعطي الضمانات لعناصر الحراسة والأمن من الشرطة القضائية أو الأجهزة الأمنية القائمة على هذا السجن والعدد طبعا متضارب للأمانة وحتى النظام السابق لم يفصح على العدد الإجمالي بشكل حقيقي وهناك على ما أعتقد حتى استناد قانوني قد يكون يمكن أن يقدمه محامي الدفاع على الدولة الليبي السابقة أو على المتهمين من قيادات رموز النظام السابق في عدم النظر في الدعوة مجددا باعتبار أن أهالي ودوية الضحايا قد طلقوا تعويضات من النظام السابق ممتلة في اللجنة الشعبية العامة للعدل بين النظام السابق التي هي وزارة العدل وتقدموا بتنازلات عن حقهم العام وعن حقهم الشخصي ضد الدولة الليبية في ذلك الوقت وقد استكملت إجراءات التعويضات وبهذا أغلق الشقة حق التقادم بالتنازل على الدعوة من عدد كبير من أهالي ودوية الضحايا وأعتقد أن أحد محامي الدفاع وهل هذا يغلق القضية؟ فتح تربية يعلم هذه الحقيقة والمستشار مصطفى عبد الجريم وهل هذا يغلق القضية؟ أي نعم إذا ما أنت تنازلت على حقك الشخصي وعلى الحق العام أي نعم إذا ما تنازلت أنت على حقك الشخصي وعلى الحق العام وطلقيت تعويضك وجبر الضرر بموجب الأحكام الشرعية فيما تعلق بالتعويض الضدية وما في حقمها وتنازلت بملأ إرادتك ودون أي تعسف أو ضغوطات أو ابتزاز للتنازل وبكل حريتك وبكام القواك العقلية إذن هنا لا يمكن أنك في حال تغيير النظام السياسي تأتي لأنك اليوم تقاضي في دولة ولا تقاضي في أشخاص أعتقد أن هذه جريمة هل هذه هي النقطة هل هذه هي النقطة أستاذ أحمد التي تجعل من بعض الأطراف تتهم بأنها تريد غلق الملف ودفنه تريد ماذا؟ تريد دفن هذا الملف وإغلاقه إلى الأبد أولا يا سيدي هي مهش مسألة دفن أو إغلاقه إلى الأبد هذه الأصوات التي تتحدث بعد طريقه تطعم في نزاهة وعدالة القضاء الليبي وفي قدراته على التعاطي مع مثل هكذا قضايا وهي أصوات نشاز ولا يمكن أن نلتفق إليها نحن نسلم بقدرة القضاء الليبي في رد المظالم وجمع الضرر وحق التقاضي مضمون والقضاء الليبي قادل على الفصل في هذه القضايا تساؤل فقط أستاذ أحمد لو سمحت فقط الجميع يعلم ما حدث في هذا السجن حتى بعد سقوط نظام القذافي وأيضا أثناء ربما في الفترة التي تلت نطق الحكم الأول بأنقذ مدة الخصومة الجميع يعلم أن هناك كان مثار تشاحن بين الميليشيات وأحد الميليشيات إحدى الميليشيات يعني هاجمت السجن وأخذت المتهمين في عهدتها يعني هناك أطراف حتى داخل الجهة الواحدة ليست متفقة على طريقة إغلاق هذا الملف أي نعم لأنه للأسف الشديد هناك سلطة أمر واقع ممتلة في بعض من جماعات المسلحة والميليشيات الخارجة على القانون والمارقة والتي ترتعي في ضرورة تكييف منظور القضاء الليبي أو تعاطيه مع هذه القضية وفقا لحقوق من يرتعون أنهم الضحايا فقط دونما النظر في حقية القضاء بالنظر في الدعوة بمجتملاتها وبكل أركان القضية واعتراضهم على هذا الحكم وما تسبب به في قتل عدد من السجناء في سجن الرويمي في سنة 2016 هي جريمة في حداتها يستوجب أن نقف عندها فتبرئة المتهمين أمام القضاء في هذه القضية واللجوء إلى الاعتراض على هذا الحكم السابق يعني بقتل عدد من المتهمين والتنكيل بهم اعتراضا على هذا الحكم هو في حداتها تمتل جريمة الحقيقة بشعة للغاية وأعتقد أن السلطة القضائية يمكن أن ترتهن في قرارها وفي حكمها لسلطة الأمر الواقع وابتزازها وضغوطها أو للضغوط السياسية التي تحاول أن تمارس سياسة التوظيف لملاحة سجن أبو سليم لغايات سياسية نحن نعلمها جيدا من أجل فتح أبواب أخرى أو الابتزاز السياسي للقضاء الليبي والسلطات السياسية شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا كنت معنا من طرابلس شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك